نستكمل مع بعض حل متبينة من الدرجة الأولى ونلاحظ المثال اللي قدامنا ده في طرف يمين وطرف يسار وكل من الطرف اليمين والطرف اليسار في متغير X وزي ما قلنا بجمع X لحلها في طرف وبقيد الأعداد في طرف آخر وبالتالي أشوف ممكن أجيب الأربعة X ناحية اليمين أو أجيب X ناحية مين اليسار بإشارة مخالفة فأنا هجيبها في الطرف اللي يخليه مجب إذن 4X ناقص X أكبر من أو ساوي 6 زائد 3 ليه؟ التلاتة دي هتروح للطرف الآخر بإشارة مخالفة هيبقى 4X ناقص X يديني 3X أكبر من أو ساوي 9 أقسم على 3 اللي هو معامل X لما أقسم هنا على 3 وأقسم هنا على 3 3 تروح مع التلاتة بقى الطرف ده في X أكبر من أو ساوي 9 على 3 فيها 3 وصلت إن X أكبر من أو ساوي 3 لو أنا عملت خط هنا أعداد وحطيت هنا 3 الـ X أكبر من الثلاتة يبقى علي من الثلاتة وبالتالي يبقى الـ X بتاعتي بتنتمي للفترة اللي بدايتها 3 ونهايتها إلى مالة نهاية تفقنا مع بعض إن المالة نهاية دائما وأبدا مفتوحة الثلاتة أحطها مفتوحة أو مغلقة على حسب فيه يساوي أو ما فيه يساوي؟ فيه يساوي يبقى هنا تبقى إيه؟ مغلقة وبقى الحل بتاعي الـ X تنتمي للفترة من ثلاثة إلى مالة نهاية ننتقل للحالة التانية وهي حل متبينة من الدرجة التانية لكن في متغير واحد فقط نفس الكلام بنجعل أعلى الطرفين يساوي الصفر يعني بجمع كل الحدود في طرف واحد يمين أو شمال لكن غالبا بجمعها في الطرف اللي الـ X تربيع فيه أو المتغير اللي عندي لما يكون تربيع يكون موجب وذلك بنقل كل حدود في الطرف الآخر فيكون هذا الطرف من الدرجة التانية يعني إيه من الدرجة التانية؟ يعني سابت مضروف X تربيع زائد سابت مضروف X زائد حد مطلق يكون في علامة تباين والطرف الآخر يساوي صفر وبتحليل هذا الطرف إلى حاصل ضرب قوسين من الدرجة الأولى نحصل على قيمتين المتغير اللي تجعل كل قوس يساوي الصفر وبتمثيل هتين القيمتين على خط الأعداد نحصل على مناطق لما حط نقطتين على خط الأعداد يبقى خط الأعداد مكون من ثلاث مناطق أو لو جيت حل المعادلة من الدرجة التانية ولقيت لها حلين متساويين يعني يبقى نقطة واحدة على خط الأعداد تقسم لخط الأعداد إلى منطقتين يبقى لما حل المعادلة من الدرجة التانية يطلع لحلين مختلفين فيقسموا الخط لثلاث مناطق أو حلين متساويين فيقسموا الخط إلى منطقتين قاعد كده أعمل إيبقى أختبر إشارة الطرف الغير صفري اللي هو المعادلة من الدرجة التانية على كل منطقة إحنا قلنا عند النقطة دي هيساوي صفر لكن جوه المناطق بقى لا مش هيساوي صفر يا إما موجب يا إما سالب وخلي بالك ما ينفعش يكون موجب وسالب لا بين نقطتين أو في منطقة معينة يتكون منطقة كلها هتخلي القيمة موجبع يا إما المنطقة كلها هتخلي القيمة الدلة سالب فإذا كانت الإشارة تحق المتبينة يعني طلعت الإشارة الحد على هذه المنطقة موجب وكان عندي كلمة أكبر من أو يبقى تحققها خلاص يبقى كانت المنطقة دي حل طب لو ما حقتش يعني طلع إشارة المنطقة دي سالبة وقمت الطرف اليمين ده واشتمال على حسب ما هو لقيته موجب يبقى دي ما بتحققهاش وبالتالي لا تمثل إيه حل طب لو كان عندي أكتر من منطقة بيحققهم يبقى أنا الحل بتاعه هو اتحاد هذه المنطقة